أحيل إليك أو أذكرك الرئاسات الثلاثة في بداية العزبة كانت تعمل مثل خلية النحل كانت تقترب مع بعضها البعض كانت تقدم حلول كانت تقدم رؤى ما الذي حصل الآن إلى هذا الذي تعتقده غير مريح وباللغة التي استخدمت هل دخلنا في مرحلة تصفية الحسابات؟ هل دخلنا في صراع الإرادات؟ هل دخلنا في عملية استثمار كل يريد استثمار الأزمة لصالحه؟ طبعا بالسياسة هذا وارد وسأبقى أتحدث ضمن إطار إدارة الحكم كمفهوم يعني مو أني ما أتحدث بالسياسة سبق أن أحيلك سبق أن الشيخ قيس الخزع اللي يتحدث ما تحدث وأنت إشارات عن أحد الرئاسات اللي يتعاون وما شابه يفترض هذا يعني للدعاء العام أن يأخذ دورة يعني بهذا الباب وإذا ما يأخذ دور مفروض يكون هناك رد لأنه معروف منه أحد الرئاسات هذه وعدة المؤشر الثاني رئيس مجلس النواب من خلال سلطة في مجلس النواب بيتمدد على السلطة التنفيذية مما أفقد السلطة التنفيذية نوع من المبادرة يعني السلطة التنفيذية بيتعامل مع الأرض مع الجمهور المعتصم جمهور المتظاهر اللي عبر عن رأيه ومجلس النواب ليتمدد على السلطة التنفيذية وصد القوانين وأمضة جزء كبير منها غير دستورية كانت هذا التوصيف نتحدث به ستاة السعيد حتى نكون دقيقين هو هذا التمدد صار في الأزمة أم قبل الأزمة؟ لا لا في الأزمة لا قبل الأزمة موجود لس مو بهذا الشكل أي ولكن بالأزمة هاي حزمة القوانين زين خلنا أصير السؤال بطريقة الجزء منها غير عملية ومجلس الوزراء أيضا صدرت حزمة إصلاحات فهنا صار صراع بين القرارات وجزء منها غير دستورية يعني من يقول حل مجالس النوع المحافظات مجالس المحافظات لا عفوا مو دستوري هذا أنت تقدر تجمده بقانون لأن مجالس المحافظات في قانون ولكن موجودة في مادة دستورية زين هذا التمدد إذا أنا أريد أفكر بطريقتك التمدد الذي يحصل اليوم من قبل الحلبوسي على السلطة التنفيذية هل هو محسوب؟ هل هو يحقق نتائج؟ أم هي في غفلة؟ أو بطريقة غير يعني خلينا نقول ما بها سؤنية أم أنه هو معني؟ يعني هنا ندخل في عملية التسقيط طرف لحساب طرف هل هي تنطلق من هذه الحسابات أم ماذا؟ هذا أستاذ نجم أكون صادق معك جداً لا حسنية في السياسة لا حسنية؟ لا حسنية في السياسة هناك حسابات شقد مكاسبك وشقد خسائرك بعد ما أشوف مكاسبك أكثر من خسائرك تمشيك هذا هو المنطق السياسي هذا جانب جانب آخر نحن خلال 16 سنة حقيقة ما شفنا أسس أخلاقية ترسقت في العملية السياسية ما بها أخلاق؟ أسس أعراف أخلاقية ما ترسقت يعني خلال 16 سنة ولذلك نشوف التصادم يكون كسر عظم أنا ما أحكي سياسة لحد الآن أنا عندي معايير لإدارة الحكوم دا أحكي على الأساسة يعني ينبغي أن تكون إدارة الحكوم نسجن نحن ما نحكي سياسة لأننا الآن دا نوصف أحسن لأن إذا هناك انسجام في إدارة الحكوم نروح نشوف منتجات المنتجات من يلمسه؟ يلمسه المواطن هنا يعبر عن رضاء وعدم رضاء ولكن اللي دا نشوفه شنوه؟ هو نتيجة تنازع السلطات يعني عندما يكون هناك يعني اختلاف على إدارة الموارد المالية اختلاف على الإرادات النفطية الاختلاف على الموازنة ومناقلتها بدون أخذ رأي الحكومة ومن ثم يعني يسا أنت مجلس نوار تصرف على بالموازنة مناقلة أو ما شابه حسب القانون بعدين تحيلها للحكومة حتى تنفذ أنت ما أخذت رأي الحكومة أساساً هل من حقك أن تروح تحاسب الحكومة على تلاعب الموازنة؟